مشاهدينا في المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأجواء المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع هي أجواء متقلبة ما بين ارتفاع وانخفاض وما بين زخات متفرقة من المطر أحيانا وأحيانا أجواء صحوة أيضا هناك نشاط في الرياح أحيانا بتكون مثيرة الوضار والأتربي مشاهدينا فاصل ونواصل مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على القارطة التي تمثل أوضاع الجوية يوم الأحد نلاحظ أن هناك انخفاض قليل يوم الأحد على المناطق الشمالية بحيث تكون الأجواء في مناطق شمال المملكة العربية السعودية أجواء لطيفة أثناء النهار لكنها باردة نسبيا ليلا والعظمة المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 21 والصغرى 9 المناطق الشمالية الشرقية 20 إلى 10 والأجواء تقريبا معتدلة في النهار اللطيفة في الليل في المنطقتين الشرقية والوسطة وأيضا الغربية وبالتالي الحرارة في المنطقة الشرقية 24 العظمة والصغرى 18 المنطقة الوسطى 38 والمنطقة الغربية 32 إلى 21 أما المنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات متفرقة من المطر 19 إلى 30 يوم الاثنين إن شاء الله أيضا الأجواء اللطيفة في النهار باردة نسبيا ليلا في شمال المملكة الشمالية الغربية 21 8 والشمالية الشرقية 19 9 أما المناطق الشرقية والوسطى وكذلك الغربية أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل المنطقة الشرقية العظمى 27 والصغرى 16 المنطقة الوسطى 27 15 والمنطقة الغربية 31 21 والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات متفرقة من المطر 19 العظمى والصغرى 13 درجة مئوية يوم الثلاثة استقرار على الأجواء وارتفاع على درجات الحرارة أجواء تقريبا لطيفة في النهار في المناطق الشمالية تميل للبرود بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 24 والصغرى 10 المناطق الشمالية الشرقية 21 10 والأجواء معتدلة في النهار لطيفة في الليل في المناطق الشرقية والوسطى والغربية في المنطقة الشرقية العظمى 25 والصغرى 16 في المنطقة الوسطى 26 15 والمنطقة الغربية 32 إلى 24 والمنطقة الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا ولطيفة من حيث درجات الحرارة العظمى 20 والصغرى 14 درجة مئوية يوم الأربعاء أيضا ارتفاع آخر على درجات الحرارة في المناطق الشمالية أجواء لطيفة في النهار إلى معتدلة لكنها لطيفة إلى باردة نسبيا ليلا المناطق الشمالية الغربية 26 10 الشمالية الشرقية 25 13 وأيضا مناطق المنطقة الشرقية والوسطى والغربية أجواء معتدلة بالنهار اللطيفة بالليل المنطقة الشرقية 25 العظمى والصغرى 16 المنطقة الغسطى 23 16 والمنطقة الغربية 32 20 أما المنطقة الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زقات متفرقة من مطر العظمى 18 والصغرى 14 درجة مئوية يوم الخميس أجواء مشمسة في شمال المملكة مع انقفاض قليل على الحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 22 وصغرى 10 لطيفة في النهار باردة نسبيا ليلا وكذلك الشمالية الشرقية 22 10 المنطقة الشرقية معتدلة نهارا لطيفة ليلا 25 إلى 19 كذلك المنطقة الوسطى معتدلة نهارا لطيفة ليلا 26 إلى 18 وأيضا المنطقة الغربية معتدلة نهارا لطيفة ليلا 31 إلى 20 أما المنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زقات متفرقة من مطر العظمى 18 والصغرى 14 درجة مئوية يوم الجمعة أيضا استمرار الأجواء اللطيفة في النهار باردة نسبيا في الليل في المناطق الشمالية فالشمالية الغربية العظمى المتوقعة 22 والصغرى 8 المناطق الشمالية الشرقية العظمى المتوقعة 21 والصغرى 9 أما المنطقة الشرقية مغائمة جزئيا ومعتدلة نهارا لطيفة ليلا 27 إلى 18 كذلك المنطقة الوسطى 31-19 وبنلاحظ أن هناك ارتفاع قليل على درجات الحرارة يوم الجمعة في المنطقة الشرقية والوسطى أيضا المنطقة الغربية معتدلة نهارا لطيفة ليلا 31-19 والمنطقة الجنوبية الغربية لطيفة بوجه عام إلى غائمة جزئيا العظمى المتوقعة 19 والصغرى 13 درجة مئوية مشاهدينا نشكركم لمتابعتكم ونترككم في أمان الله شكرا